دعوني أرحب بضيف حلقتنا ينضم إلينا السيد محمد العفري عضو الجبهة الاجتماعية المغربية من الرباط سيد العفري مساء الخير مساء الخير بل الغفري عفوا ماذا أرادت هذه الأحزاب والمنظمات المغربية في رسائلها للرئيس الفرنسي عقب خطابه أمام البرلمان المغربي ماذا أرادت أن توصل بالضبط أولا أننا محمد الغفري المنسك الوطني للجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة تطبيع الأحزاب والمنظمات النقابية والحقوقية المغربية المناهضة للتطبيع ومناثرة للكيئة الصهيوني متواجدة في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة تطبيع وهذه الجبهة ردت مباشرة وفي نفس اليوم الذي قام فيه الرئيس الفرنسي بخطابه المرفوض شعبيا وجماهيريا أمام البرلمان المغربي في نفس اليوم خرجت الجبهة ونظمت وقف أمام البرلمان وصدحت بأصوات حناجر أعضائها ترفض وتدين وقف ما صرح به ماكرون في حق المقاومة الفلسطينية وشعب الفلسطيني بل نرفض أن يستغل المنبر الذي سلمته له البرلمان المغربي أن يستغل في تمرير خطابات صهيونية عنصرية لا يرفضها الشعب المغربي وينفضها كل أحرار العالم طيب إذن نرفض عام وواسع في المغرب لمثل هذه التصريحات لكن بنظرك سيد محمد لماذا البرلمانيين المغاربة التزموا الصمت في حينها كان الرد في لحظة خطاب الرئيس الفرنسي سيكون أكثر وقعا لو حصل كنا نتمنى هذا كنا نتمنى أن البرلمانيين انتفضوا لحظة لحظة تزفوهه بالعبارات في حق المقاومة الفلسطينية عندما قال همجية وعندما قال أشياء أخرى كنا نتمنى هذا لكن بعض البرلمانيين مباشرا بعد انتهاء الخطاب أصدروا بلاغات مش بشكل مجتمع بل بشكل متفرق بحيث أنهم أصدروا بلاغات أعتبروا أن ما صرح في المكرون مدان ومرفوض وغير مقبول طيب الآن هذه الرسائل يعني نظريا موجهة لمكرون أم موجهة للداخل المغربي لمن استضاف هذا الرئيس الفرنسي يعني لمن الرسائل بالضبط الاثنين معا الاثنين معا الاثنين معا طيب هل وصلتكم أي إشارة أو اعتذار أو توضيح من أي جهة لا أبدا لا أبدا نعم هل تتوقعون من الحكومة المغربية مثلا لا أدري أنا تصريح أو مؤتمر صحفي لأن الحقيقة أن يكون هذا الخطاب المليء بالإهانة والتشويه للمقامة الفلسطينية من أمام مؤسسة سيادية وهي البرلمان المغربي وفي حضور جلالة المغرب يفترض أن يتم هناك يعني توضيح الآن أكان للإليزي أو للداخل المغربي كان من المفروض على وزير الخارجية الحكومة المغربية وهو بالمناسبة من الأطر المطبعة مع الكيان الصهيوني كان من المفروض أن أسئلية وكواني الخارجية أن انتجاما على الأقل على المواقف الرسمية للدولة المغربية أن يخرج ويتبرأ من ما صرح به مكرون بخصوص المقاون الفلسطينية في البرلمان المغربي لكن للأسف لم يفعل هذا وأنا أعتبر على أنه ولن ننتظر من الحكومة مثل هذا الرب لأننا أعتبر أنها مطبعة حتى نخال طيب الآن يعني يعني الخطاب الحقيقة ما زال يحظى بمتابعة في الداخل المغربي وكثيرون ما زالوا نشطاء على صفحات التواصل يعبرون عن امتعاضهم ماذا لديكم الآن من قول ربما تريدون تريدون إضافته أكان للسلطة عذرا تفضل كانت هناك خرجات في طنجة وفي الدار وفي مراكش أمام القنصلية الفرنسية ووقفت الجبهة في الدار وضع تعرضت للمنع ومع ذلك استمات المواطنون وتشبهتوا بإقامة الوقت أمام القنصلية الفرنسية لإدانة ما صرح به ماكرون على المستوى الجماهيري هناك إجماع مغربي وهناك غضب شديد في وصائل التواصل الاجتماعي وإدانة لما صرح به طبيعي لأن الشعب المغربي منذ انطلاق طوطان الأقصى وهو شجل خروج بمئات الآلاف بل ومثلات مليونية في جميع أنحاء المغرب بعض الأيام كانت هناك وقفات في ربعين مدينة في نفس اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتضامنا مع المقاومة تضامنا مع محوى المقاومة ورفضا للتطبيع المغربي الصهيون طيب اختم معك بسؤال ربما يتعلق بالساحة العربية ككل سيد سيد محمد المغاربة الحقيقة لم يقصروا ومازالوا يتظاهرون وبأعداد كبيرة وفي كل الميادين والساحات هل ترى أنه في قادم الأيام يفترض تصعيد هذا الحراك على مستوى عربي على اعتبار بأن المحتل لا يبدو أنه راغب في وقف هذه المذابح والإبادة الجماعية وأيضا على المستوى الرسمي هناك قمة عربية يقال في الحادي عشر من نوفمبر الجاري والجمهور لا يتوقع منها الكثير بدون ضغط ربما في الشارع والميادين العربية أبدأ معك بالقمة وبما هو رسمي أولا مهما كان ضغط الشارع العربي لا ننتظر شيئا من القمم العربية للأسف أن القمم العربية لا تترجم إلا ما يطرب الصهاينة وليس ما يريده ما هي تطلعات الشعب العربي هذا أولا لا ننتظر شيئا من القمم العربي على مستوى الشعبي نعم يجب أن يتزايد الزخم ذخب لإحتجاج ضد هذه الأنظمة وضد علاقتها مع الكيان الصيوني لأننا للأسف نعتبر ونصرح أن الأنظمة العربية بدون استثناء مطبعة من الكيان الصيوني منها من هو أعلى ومنها من يتعامل معها في الخفاء وبالتالي على الجماهير العربية خاصة الآن يتضايق الخناق على الكيان الصيوني هو في تراجع كانت تعتبر أن صمود المقاومة حد ذات انتصار الكيان الصيوني على هجرة مضادة من داخله وهو الآن في مأزل يجب أن يزداد خناقا بتأجيج الزخم الشعبي في الشارع العربي وخاصة من الشارع المصري أتمنى فعلا أن يؤجج الاحتجاج خاصة بعد رسول السفينة الصهيونية في ميناء إسكندرية مررنا في المغرب بهذه التجربة واحتجاج معنا السفينة الأولى والسفينة الثانية وأدى احتجاجنا ومسيرتنا المليونية في طنجة إلى عدم رسول السفينة التاليسة بل لم تعد ترسوا أي سفينة صهيونية الآن في الموالح المغربية أعتقد أن الاحتجاجات في الشوارع العربية مهمة وتعطي أكلها أيضا ونتمنى أن يرتفع هذا الزخم في الشارع العربي باستثناء اليمن التي نحييها ونحيي جماهيرها وخروج سعبها بقوة الأستاذ محمد الغفري كنت معنا من الرباط أشكرك جزيل الشكر